نساء الخير على كل عشاق ومشاهدي شاشة قناة النادي الاهلي اهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برداميكو من اسبوع المجال النهاردة هتكلم في نقطة مهمة جدا وهو يمكن انا معايا ضيف النهاردة ضيف عزيز كان لعيب كبير قوي وتولي الوقت المسئولية ان للناشئين في احد الاندية الجديدة اللي هي طلع لكن الجزئية اللي انا بتكلم فيها او هتكلم فيها دلوقت بمعنى صح انا بقول الكرة المصرية تدق نقوص الخطأ او الخطر او اي حاجة تقولها ما فيش هناك تنصيق بين الاندية ولا بين الاتحادات ولا بين اي مسئول وشفنا الفترة اللي فاته بالتاريخ اللي حصل سواء من الاتحاد المصري او من الاتحاد الافريقي في مشكلة النادي الاهلي هل سمعنا ان فيه مسئول من المسئولين دياتا من وزير الشباب الرياضة للرئيس الاتحاد خد موقف ضد الشخص اللي حصل الخطأ بسببه في نهاء افريقيا ما اظنش لكن ده مش مشكلة مش قصة اللي انا هتكلم فيها الوقتي انما انا هتكلم في جزئية وجزئية مهمة جدا المشكلة الوقتي في مصر الناشئين عشان كده في ضئفنا النهاردة هيتكلم كلام اول مرة هتسمعوه وكلامه كله صح مليون المية وانا مقتنع بيه لان انا شفت بعناية ديت شفت الكلام ده كله شفت التزوير من الاندية لما بيجيب لعيبة كبيرة وتسننها وتضرب الشهادة بتاعتها وعشان يلعب تحت الناشئين الناشئين والصغيرين ييجي لما العيبة يكبر ما اعرفش خلاص ما ده مزور اتحاد الكرة عارف كده منطقة الكرة اسواء منطقة الكرة في كل المناطق اسكندرية القاهرة الجيزة كل ده عارفين الكلام ده انا ما عرفش الناس المسؤولين عن المناطق دول بيعملوا ايه ما عرفش اتحاد الكرة ايه واديكم مثلا صغير زمان كان فيه كشفين بيبقى موجودين في الشوارع او في الاندية او في مراكز الشباب والكلام ده دول اللي كانوا بيختاروا معظم اللعيبة اللي انتو شفتوها على مستوى الساحة المصرية لكل اندية مصر يعني احنا ما كنا بنلعب زمان السكة الحديقة السكة حسنا تكسب النادي الاه اه كنت تكسب النادي الاه بنلعب المقاولين المقاولين كان بيكسب النادي الاه ويقسوا على كده حاجات كتيرة جدا في حتة الناشئين دلوقتي لا فيه كشفين ولا فيه شارع الناس تلعب فيها طيب انا كمسؤول الاتحاد الكرة اعمل ايه اتحرك من على كورستيك اللي كنت موجود فيه كان عندنا واحد الدكتور محمود سعد نجم مصر ونجم نادس زمالك هو دكتور في كوريت تربية رياضية وكان مسؤول فني مدير فني لاتحاد الكرة القدم في مصر والراجل كان بينظم الحاجات دي كلها كويس وكان تعنيه كويسة وكان بدأ يعمل حاجات غير عادية البهوات اللي في الاتحاد الكرة المصري ما عجبهمش الكلام ده اقلوه وجابوا من كانوا مين فينجادا فينجادا اللي جاب كرويش وقاعد كان بيقبط بالدولار عمل حاجة للكرة المصرية ما عملوش حاجة للكرة المصرية لا دا ولا دا لكن لما نيجي نبص هنا وهديكم مسأل صغير جدا احنا مصر عددنا بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك 120 مليون مواطن مصري ما عندناش ولا راس حربة نلعب في الأم الأفريقية الأخيرة اللي بتلعب في كاميرون ما عندناش راس حربة تصوروا شوفوا الإهمال ووصل لإيه يعني أنا معرفش المسؤولين دول اللي بيفكروا إزاي وأنا كلامي أنا بقوله وممكن يكون كلامي في الهوى كله لأن ما فيش حد فيه ما هيعمل حاجة وأنا عارف كده اللي بيديروا الكرة المصرية عاوزين ياخدوا بيشيدوا فعشان كده بقول السيد وزير الشباب الرياضة من فضلك هات ناس متخصصة مصر غنية بولادها وبكوادرها مصر من أول فرقة في إفريقيا لعب الكرة بالمنظر الحالي اللي احنا عندنا احنا اللي عندنا ما عندناش أطراف لا رايت ولا لفت إيه بيستان واحد أو اتنين إنما راسات حربة مفيش راس حربة عندك مفيش هات للعيب براس حربة في مصر وقول ده اللي يلعب أساسي المنتخب في مصر أو يكسر الدنيا معلش مع احترام يمكن يزعلوا مني الموجودين دون المستوى ودي حقيقة بدليل مابصش للأندية مابص للمنتخبات سواء للناشئين هل في حد كان بيروح غير ربيع ياسين وده لازم نقوله وبنديله حقه الراجل كان عشان يعمل منتخب بياخد المحافظات كلها كعب داير من الصعيد للشمال الإسكندرية ويلف في المحافظات مكنش عاجب مكنش عاجبهم ليه؟ لأنه هم بيستسيلوا يقولك لأ ما عندنا لعيبة كتير قوي هنا فين اللعيبة؟ فين اللعيبة اللي انت بتتكلموا عليها؟ مفيش اللوقت اللي هكشفين ولا فيه أي حاجة ولا عديكم مثل تاني صغير أنا بقولي الكلام دا لأن الواحد حزين وزعلان إن إحنا عددنا بالعدد دا شعب المصري بشعب نطلع ثلاث أربعة لعيبة محترفين زي صلاح والنين والدرزيجي صلاح طلع بالصرفة واللي يقولك أصل محمد صلاح دا المقاولين كالترخير وهو اللي عمله إنما راح نادزة مالك ترفض راح في هنا ترفض إنما أنا بقول لكم اللي بيحصل على الساحة المصرية مفيش تنسيق بين الأندية مفيش تنسيق بين الاتحاد والكورة والعملية ماشية ساداح مداح فدي حقيقة دي حقيقة فعشان كده أنا بقول إحنا كورة مصرية والله العظيم والله العظيم الكورة المصرية في قطر وانتوا عارفينها ما بطبلش ولا ليه مصالح مع حد ولا بقول ده هقلها ده كينة أنا بيعيد خلص عن الكلام ده بس أنا ربنا اداني أمانة لازم أقولها اللي هو الميكروفون اللي أنا بتكلم فيه عشان كده أنا بقول للمسؤولين في الاتحاد والكورة بقول لسيادة الوزير المسؤول عن منظومة رياضية إحنا كورة مصرية اللي هي مصدر السعادة للشعب المصري كله هي للشعوب العالم كلها بس أنا بتكلم عن الشعب المصري اللي بيتنفس كورة الكورة المصرية في خطر اختياراتنا سواء مدربين أنا ما بقصدش حد أنا بتكلم بصفة عامة مجمالات موجودة الكورة المصرية اللي بيديرها ممكن ناس خارج الاتحاد بش في الاتحاد وانتوا عارفين كلامي كويسة محابش أتكلم وأقول أسامي إنما الفترة اللي جاية لو ساءت الأمور أكتر من كده أنا هقول أسامي وهقول مين اللي بيديره الكورة المصرية من خارج مصر بقى احنا مصر اللي بدعنا كورة في أفريقيا بدعنا كورة في أفريقيا ما عندناش حد في الاتحاد الدولي ولا الاتحاد الأفريقي يطلع ناس تتكلم بالطريقة بالأسلوب ده ويتهجم على مصر عيب عيب اللي بيش قادر اللي بيش قادر يشيل اسمه مصر يقعد على جنب الفترة اللي جاية أنا بقول لكم الكورة المصرية في خطر عارفين يعني في خطر النهاردة هتسمعوا كلام يمكن لأول مرة لأول مرة هتسمعوه عن الفساد اللي موجود في الأندية وفي اتحاد الكورة وفي المناطق يا جماعة احنا انا معرفش احنا عاوزين ايه الناس دي عايزة ايه يعني الناس دي ايه اللي بيفكروا فيه معرفش بيفكروا فيه على كل حال احنا الفترة اللي جاية دي دي هتبقى قضية من القضايا بتاعتنا اللي احنا هنناقشها في البرنامج بتاعنا وهقول فيها النهاردة بقول ما بقولش أسامي الفترة اللي جاية هقول أسامي هقول فلان وفلان وفلان المسؤولين عن بوزان الكورة المصرية فاحنا مفيش تنصيق بين الاتحاد وبين الاندية يقول لهم ما تحقدوش مع رأس حربة لان احنا عاوزين نطلع كم رأس حربة موجودين من مصر انما الاندية الاندية معزورة الاندية ما بش لقي حد يقولها انت بتعمل ايه ولا بتسوي ايه كل الاندية اللي بيكله كله معظم الراسات الحربة اللي موجودة في مصر كلها لعيبة أجانب من إفريقيا طيب منتخب مصر فين يا ناس اللي مسؤولين على الكورة في مصر اللي نايمين في العسل انتوا بتعملوا ايه انتوا مش حاسين بكل ده بس فالحين ولك هنعمل ماتش هنا هنعمل ماتش هنا هنعمل ماتش هنا الحق ليه من المحترفين الحق احنا محمد صلاح والنيني والدريزيجيه وبعض اللعيبة التانية اللي موجودة اما طلعوا بالصدفة بش هلوكوا بقى لا طلعوا بالصدفة حقيق ومعظم اللعيبة اللي بتلعب في الاندية دي بتلعب بالصدفة انتوا لو تشوف الاختبارات بتاعت الاندية اختبارات بتاعت الاندية حاجة تحزن ما تفرس اتنين تلاتة لعيبة ويقولك ما هنعمل يه ما احنا بنعمل كده لا لا كل المدارس الاكاديميات اللي خارج الاطار اللي هي بره الاندية كلها بيزنس كل واحد يجمع لك بتاع عشرين عاي بتاع الفين عيل وياخد من الولد في الشهر الف وخمسونة وساعات الفين جنيه بيتعلم ايه ولا حاجة مجالة من اللعيب كبر وصل سن خمستاشر سنة يقعد في البيان يروح يلعب في الشارع او يلعب في المركز الشباب ما نفعش بحجمه مصر واسمه مصر نبقى بالصورة دي والله العظيم عيب والله العظيم عيب